كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أنه تم توجيهه لكل الجهات للترشيد في استهلاكات الكهرباء للإنارة العامة أضاف مدبولي أنه تم توافقه على أن يكون الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس أن يكون العمل من المنزل لتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية أنه نحن النهاردة حيبقى فيه وحصل توجيه لكل الجهات بمزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل الأماكن العامة للدولة المصرية النهاردة مسؤولة عنها سواء الشوارع المباني الحكومية المباني الخدمية حيبقى فيه خطة تم التوافق عليها النهاردة لمزيد من الترشيد في استهلاكات الكهرباء للإنارة العامة وكل الحاجات الأخرى النقطة التانية ودي واضحة تماما بالنسبة لنا أن في أيام أجازة الإسبوعية بينخفض الاستهلاك نتيجة طبعا لأن المباني الحكومية والمباني القطاع الخاص الحقيقة ما بتعملش وبتبقى مقفولة فبيبقى الضغط على الإنارة والتكييف أقل فتم التوافق أن اعتبارا من يوم الأحد 6-8 اللي هو أول يوم أحد في شهر أغسطس حيبقى التوجيه أن يوم الأحد من كل إسبوع يتم الموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية اللي هي مش مرتبطة بعمل التعامل المباشر مع المواطن وأيضا بشجع فيها الشركات الخاصة الخدمية اللي بتبقى شركات بيبقى كل عملها مكتبي أن يبقى العمل من المنزل بنظام الأونلاين عشان نخفف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال ومنشغلش المباني في يوم زيادة من أيام الأسبوع شكرا